السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم أحبات الكرام قبل بداية الفيديو بإمكانكم أن تدعمونا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد على قناتنا أول بأول وكما وعدناكم تغطية كاملة حول كل الأخبار المهمة والتي تخص رواتب المتقاعدين في العراق وهيا بنا نبدأ بالخبر الأول ومن الأخبار المهمة في رواتب المتقاعدين تفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين لدى وزارة المالية وموعد صرف رواتب التقاعد لشهر فبراير 2024 تابعوا معنا الفيديو للنهاية ليصلكم أهم الأخبار موعد صرف الرواتب وبالنسبة لموعد صرف الرواتب ووفق وزارة المالية العراقية بأن موعد صرف الرواتب عادة ما يتم في اليوم الأول من كل شهر ميلادي باستثناء الأيام التي تكون فيها عطلة رسمية وتم تأجيل صرف رواتب شهر يناير 2024 إلى اليوم الثالث من نفس الشهر بسبب عطلة رأس السنة الميلادية وصرف الرواتب شهر فبراير سوف يكون يوم واحد وفي نهاية الفيديو لا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد